باستثمار يزيد على 21 مليون ريال عماني أعلن عن المستشفى الأوروبي في مصقط بتخصصات متعددة وبسعة 70 سرير في مرحلته الأولى ويشمل المشروع على أحدث التقنيات والأجهزة الأوروبية بطاقم طبي متخصص من أوروبا ومن السلطنة ويضم المستشفى أحدث وحدة للولادة ورعاية الأم والطفل ومختبرات وعيادات متخصصة وطب القلب والعصاب والجلد والأورام ويعادة التأهيل وطب العيون شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة والشركة الأسبانية السيسيا الرائدة في المجال الطبي بالإضافة إلى شركة الخنجي القابضة أعلنت عن المشروع بإدارة مالية من شركة المركز المالي فينكورب ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والأسعار المعقولة وتوفير المال والجهد على المواطن دون السفر للعلاج في أوروبا وتتميز مجموعة أسيسيا بالخبرة الطويلة وهي مملوكة لشركة تعاونية لأكثر من 12 ألف طبيب وتمتلك 15 مستشفى وأكثر من 64 مركز طبي في أوروبا وإفريقيا ويعتبر هذا المشروع الأول لها بمنطقة الخليج ويتوقع أن يوفر المستشفى فرصة للأطباء العمانيين والممرضين للتدريب واكتساب المزيد من الخبرة العالمية مع المجموعة الأسبانية